اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجديدة تعريفة جديدة الخاصة بالحافلات تابعة لشركة آرزا اللي غيتم العمل بها في منتصف دل هات الشهر هذا وتحددت اسعار التنقل عبر هذه الحافلات بناء على عدد الكيلومترات اللي غتفصل ما بين العاملات والاقاليم اذا بالنسبة لداخل مادية الدار البيضاء تذكيرها قد تكون خمسة ديالدراهم اما بالنسبة الخارج الدار البيضاء فكين استدية الدراهم ما بين العاملات اللي هي خارجة على كازا واللي تبعد على كازا 30 كيلومتر بتذكيرها هنا قد تكون ديالست ديالدراهم اما ما بين الاقاليم وكازا حال اقليم النواصر مثلا اقليم ميديونة الى اخره فقد تكون تسعيرا كدير تمنيا ديالدراهم واكد رئيس مؤسسة تعاون بالجماعة سعيد رافيق هنا مبقاش ايمان صابر تغيرت الامور هنا اصبح سعيد رافيق هو رئيس مؤسسة تعاون للجماعات اذا اكد في كلمته ان الحافلات الجديدة ستنطلق في الجوالان بالعاصمة الاقتصادية يعني بمدينة الضال البيضاء والجماعات المجاورة في منتصف الشهر الجاري يعني في 15 من هذا الشهر هذا بالنسبة للترقيم ديال الحافلات ستغير فالترقيم اللي كان داخل مدينة الضال البيضاء غاديكون ما بين واحد حتى الميتين اما الترقيم اللي غاديكون في الحافلات الخاصة باقليم النواصر غاديكون ما بين 300 الى 400 اما الحافلات اللي غاديت تكون خاصة باقليم مديونة فغاديت تحمل واحد ترقيم ما بين 500 و600 وبالنسبة للحافلات المحمدية غاديكون عنده واحد ترقيم دير 700 والفوق لنا حتى رأيها مرة مرة يدوز قدامكم شي طوبيس من هذه الحافلات الجديدة فقط لمعرفة الخطوط الجديدة أما بخصوص الخطوط العشرة الجديدة التي سيتم توزيعها على الشكل التالي الخط 660 سيربط بين محطتي تيط من الوسيد البرنوسي 907 سيربط بين محطة الراشدية ومحطة كلية الطب 905 بين محطة القطار المحمدية ومحطة الفتح 2 الخط 309 سيربط بين محطة بريستيجيا ومحطة بيشكو 306 سيربط بين مقر آلزا ومحطة خيايطة 312 يربط بين محطة الزاوية ومحطة جاميلة جوج 903 سيربط بين محطة سيدي موسى بن علي ومحطة القطار المحمدية 607 سيربط بين محطة سيدي مهروف ومحطة ساحة الحامي 307 سيربط بين محطة مدينة النصر ومحطة ليساسفا 900 سيربط بين محطة ترام سيدي مومن ومحطة القطار المحمدية إذن هذا ما الخطوة العشرة الجديدة إذن هذا وليك ينفذ الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل جرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنالقاء في فيديو قادم إن شاء الله تعالى إلى اللقاء